السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف التاسع موعدنا اليوم مع الدرس رقم واحد ثلاثة وهو القوة والجذور تابعوا معنا الشرح انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم من جديد طبعا قبل ما نبدأ في شرح درسنا اليوم انزل اعمل اشتراك في القناة من زر الاشتراك الاحمر وكمان فعل زر الجرس عشان وصلك كل فيديوهاتنا واعمل لايك جميل منك للفيديو وكمان شاركه مع كل اصحابك دعمك المستمر لينا هو سبب مهم جدا لاستمرار القناة وكمان نجاح القناة بكم ومن اجلكم يلا بنا نبدأ الشرح على طول درسنا اليوم هو درس القوة والجذور يعني ايه كلمة القوة؟ القوة معناها الاسس وكلمة الاسس احنا درسناها في السنوات السابقة زي مثلا لما اجا اقول اتنين قصة اتنين معناها ايه اتنين قصة اتنين؟ معناها ان الاتنين دي متكررة مرتين يعني اقول اتنين ضرب اتنين بتساوي اربعة وكمان مثلا لما اقول تلاتة قصة اتنين معناها ايه تلاتة قصة اتنين؟ معناها ان التلاتة متكررة مرتين يعني تلاتة ضرب تلاتة بتسعة طبعا في خطأ شائع عنده طلاب انه يقول مثلا ان 3 أس 2 معناها 3 ضرب 2 ب6 طبعا اللي جابه هنا خطأ لان الأس معناها تكرار للرقم فلو انا قلت 3 أس 2 معناها ان 3 دي لازم تتكرر مرتين او مثلا 4 أس 2 معناها ان الاربعة تتكرر مرتين واربعة ضرب اربعة ب16 وليس معناها ان 4 في 2 ب8 لازم تنتبه لهذا الامر كمان مثلا ممكن اقول 3 أس 3 معناها ان 3 متكرر 3 مرات اضربهم في بعض طبعا 3 في 3 بتسعة وتسعة في 3 ب27 ممكن مثلا اقول 2 أس 3 يبقى 2 ضرب 2 ضرب 2 اتنين في اتنين باربعة اربعة في اتنين بتمانية وهكذا وممكن برضو اقول اتنين أس 4 معناها ان الاتنين متكرر 4 مرات واضربهم في بعض اتنين في اتنين باربعة اربعة في اتنين بتمانية وتمانية في اتنين بستاشر هذه تسمى الاسس والاسس هي تكرار لعملية الضرب الاسس اتنين ده له اسم خاص اسمه تربية يعني اقدر اقراها اقول اتنين تربية او ثلاثة تربية او اربعة تربية ولها اسم اخر ممكن اقول عليها مربع مربع يعني مثلا اقول مربع العدد اتنين مربع العدد تلاتة مربع العدد اربعة طبعا هنا الاربعة الناتج يعني ده بيسموه عدد مربع وده ايضا بيسموه عدد مربع ليه يسموه عدد مربع لانه هو ناتج من ضرب عدد في نفسه ناتج من ضرب عدد في نفسه يعني الاربعة هي عبارة عن اتنين ضرب اتنين التسعة هي عبارة عن ثلاثة ضرب ثلاثة ولكن مثلا لو قلنا التمانية هل التمانية عدد مربع لا ليست عدد مربع لماذا مش هتلاقي عدد يضرب في نفسه يديك ثمانية أبدا يعني اثنين فاربعة بثمانية ثمانية فواحد بثمانية ولكن رقم نضربه في نفسه يعطيني ثمانية طبعا لا يبقى هذه تسمى عدد ايه عدد مربع حتى الستاشر كمان عدد مربع نفس الكلام يبقى اي عدد هو ناتج عن ضرب عدد في نفسه يسمى عدد مربع ممكن اقول خمسة تربية اللي هي خمسة ضربة خمسة بخمسة وعشرين وهكذا طيب والأس ثلاثة الأس ثلاثة بيسموه تكعيب وتكعيب ايضا ممكن نسميها مكعب يعني ممكن اقول ثلاثة تكعيب او ممكن اقول مكعب العدد ثلاثة ممكن اقول هنا برضو مكعب العدد اثنين يبقى لما نشوف الأس ثلاثة نقدر نقرأه اما كلمة تكعيب او كلمة مكعب ومعناها ان عدد يتضرب في نفسه ثلاث مرات الناتج هنا بقى بيسموه عدد مكعب برضو هنا نفس الشيء عدد مكعب والعدد المكعب هو عبارة عن ناتج ضرب عدد في نفسه ثلاث مرات وعلى فكرة عشان تفهموا الموضوع برضو العدد المربع دايما بيشكل لمربع يعني مثلا العدد المربع اللي هو اربعة هو عبارة عن مربع طول ضلعه اثنين طول ضلعه كام اثنين عشان لما قدرب اثنين في اثنين يعطيني اربعة ليمسحت المربع طول الضلعه في نفسه يبقى دا العدد المربع اما العدد المكعب هو عبارة عن ناتج ضرب عدد في نفسه ثلاث مرات وده بيفكرني مين بيفكرني بالمكعب ده المكعب وزي ما انتم عارفين المكعب هو عبارة عن طول وعرض وارتفاع وكلهم متسويين يعني مثلا ممكن ده اثنين وده اثنين وده اثنين فلازم عشان اجيب حجم المكعب يبقى حجم المكعب هو عبارة عن ضرب طول الضلعه في نفسه في نفسه يعني 3 مرات يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 تطلع 8 اما هنا مساحة المربع هتكون 2 في 2 باربعة يبقى العدد المربع هو ناتج عن ضرب عدد في نفسه اما العدد المكعب هو ناتج عن ضرب عدد في نفسه 3 مرات يبقى كده تعرفنا على العدد المربع اما 2 أص 4 2 أص 4 دي ملهاش اسم هي 2 أص 4 بس زي 2 أس 5 أو 2 أس 6 أي أس آخر عادي جدا بنخليه زي ما هو كنا احنا تعرفنا على القوة في حاجة تانية بقى اسمها الجذور والجذور عكس المين عكس للقوة يعني كل قوة معينة ليها جذر يقابلها تعالوا نفهم الموضوع مثلا التربية أو مربع العدد يعني مثلا 2 أس 2 بتساوي 4 العملية العكسية هنا بنسميها الجذر التربيعي يعني بنحط لها علامة كده تسمى علامة الجذر التربيعي اللي انتوا شايفينها دي وطبعا انتوا درستوها في صف ثامن فبقول الجذر التربيعي للعدد 4 هو كام بسأل نفسي سؤال مين العدد اللي اضربه في نفسه يعطيني 4 طبعا هو الاتنين فالجذر التربيعي للعدد 4 هو اثنان وكمان لازم تعرفوا شي مهم جدا اننا لو ضربت 2 في 2 اللي جابة بتطلع 4 وكمان لو ضربت سالب 2 في سالب 2 برضو الاجابة بتطلع موجب 4 وده معناه ان الجذر التربيعي له اجابتين يا اما اثنان او سالب اثنان يعني يا اما العدد مرة بالموجب او مرة بالسالب فده اسمه الجذر التربيعي والجذر التربيعي هو عملية عكسية المين عملية عكسية للتربية عملية عكسية للتربية وايضا الجذر التكعيبي لما يكون عندي مثلا اثنين أس ثلاثة بتساوي ثمانية ده تكعيب العملية العكسية للتكعيب هتكون الجذر التكعيبي وخلي بالك انا عملت نفس علامة الجذر ولكن حطيت هنا ثلاثة اللي هي الدليل دليل الجذر ده يسمى دليل الجذر يعني لو كان ثلاثة يبدأ معناه انه جذر تكعيبي طب جذر تكعيبي مثلا للتمانية معناها ان انا ببحث عن عدد اذا ضربناه في نفسه ثلاث مرات يعطيني ثمانية وهتكون الاجابة اثنان طيب يبقى انا كده عارفنا الجذر التربيعي والجذر التكعيبي هل في جذور اخرى طبعا كل قس له عملية عكسية من الجذور يعني مثلا قس اربعة هيكون فيه حاجة اسمها الجذر الرابع يعني الجذر الرابع للستاشر هيكون اتنين لان الستاشر دي هي عبارة عن اتنين ضرب اتنين ضرب اتنين ضرب اتنين اربع مرات وطبعا لو كان قس خمسة هيكون في جذر خامس وهكذا يبقى احنا اكتشفنا ان كل عملية من عمليات الاسس يقابلها جذر يعني مثلا قس اتنين اللي هي التربيع يقابلها الجذر التربيعي عملية عكسية لها والقس الثلاثة يقابلها الجذر التكعيبي عملية عكسية لها وكمان قس اربعة الجذر الرابع وقس خمسة الجذر الخامس كده تعرفنا على القوة والجذور بالمفهوم الاساسي اللي درسناه في السنوات السابقة وكمان اللي انحلي بين مسائل في هذه السنة يلا بينا نبدأ التمرين ولو لسه ما عملتش اشتراك في القناة اعمل اشتراك دلوقتي حالا وكمل معنا التمرين الاول بيقول اوجد كل الاعداد المربعة والمكعبة الواقعة بين العددين مئة وثلاثمئة طبعا العدد المربع هو عبارة عن عدد ناتج من ضرب عدد في نفسه تمام انا عندي هنا المية اللي هي اصلا كانت عشرة في عشرة يبقى انا عايز اللي بعدها اللي بعد المية يبقى افكر في مين في الحداشر يبقى احداشر في احداشر بكم بمية واحد وعشرين يبقى ده العدد المربع الاول الاعداد المربعة هي اول عدد معايا مية واحد وعشرين طيب اتناشر في اتناشر بمية اربعة واربعين يبقى العدد التاني مية اربعة واربعين خلي بالك بضرب العدد في نفسه انتبهوا طيب 13 في 13 بمية تسعة وستين يبقى العدد اللي بعده مية تسعة وستين 14 في 14 بمية ستة وتسعين طيب 15 في 15 بميتين خمسة وعشرين طيب 16 في 16 بميتين ستة وخمسين طيب 17 في 17 بميتين تسعة وثمانين 18 في 18 بتلتمية اربعة وعشرين طبعا هنتوقف عند مين عند الميتين تسعة وتمانين ليه لانه قال لي بين المية والثلاثمية يعني اللي اكتر من ثلاثمية ما اريده تمام انا كده عرفت الاعداد المربعة يلا بقى نجيب الاعداد المكعبة مين الاعداد المكعبة اللي اكتر من مية تعالوا نشوف الاعداد المكعب انا عندي مثلا 4 فاربعة فاربعة تطلع باربعة وستين دي اقل من مية نجرب اللي بعدها 5 في 5 في 5 بمية خمسة عشرين هي دي دي اكبر من مية يبقى نقولي الاعداد المكعبة هي اول عدد معايا مية حمسة عشرين طيب 6 في 6 في 6 بميتين وستاشر يبقى العدد اللي بعده متين وستاشر طيب 7 في 7 في 7 هتطلع بتلتمية تلاتة واربعين وطبعا تلتمية تلاتة واربعين اكتر من التلتمية يبقى مش هنكتبها يبقى انا كده كتبت العداد المربعة والعداد المكعبة اللي تقع بين المية والثلاثمية طبعا لو معك الا حاسب ممكن تحل بسرعة جدا لان طبعا في الحالة دي هتطلع النتائج بسرعة تعال نشوف تمرين اخر اوجد ناتج كلا مما يلي جذر التسعة زائد جذر ستاشر الجذر التربيع التسعة هو ثلاثة والجذر التربيع الستاشر هو اربعة يبقى ثلاثة زائد اربعة كام سبعة طيب هنا لاحظ ان الجذر موجود عليهم كلهم يبقى لازم اعمل العملية الحسابية اللي جوه الجذر اولا يعني مثلا هنا التسعة زائد ستاشر كام يبقى الجذر زي ما هو ونجمع التسعة زائد ستاشر خمسة وعشرين وبعد كده نجيب الجذر جذر الخمسة وعشرين خمسة هنا جذر الاربعة وستين تمانية وجذر الستة وتلاتين ستة ومجموعهم تمانية زائد ستة أربعة عشر هنا برضو لازم نعمل عملية الجامع أولا إذا أربعة وستين زائد ستة وتلاتين يعطيني مية وجذر المية كام عشرة هنا عملية قسمة وفي أثناء القسمة عادي ممكن أقسم الأول وبعدين أجيب الجذر أو أجيب الجذر لكل واحدة فيهم وبعد كده أقسم يعني في القسمة والضرب عادي إنما في الجامع والطرح لو كان جوه الجذر جامع أو طرح لازم أعمل الجامع والطرح أولا طب تعالوا نقسم ستة وتلاتين على الأربعة طبعا ستة وتلاتين على الأربعة فهدت تسعة يبقى عايزين إحنا جذر تسعة وجذر تسعة تلاتة هنا عندي جذر خمسة وعشرين الكل قسة اثنين في معلومة مهمة جدا يجب أن تنتبه إليها إذا كان الجذر التربيعي مرفوع لقسة اثنين التربيع بيلغي الجذر التربيعي لأنه هم عمليتين عكسيتين يعني الجذر التربيعي هو عكس التربيع فيلغوا بعض وتكون الإجابة خمسة وعشرين تعالوا نتأكد أنا دلوقتي عندي جذر خمسة وعشرين تربيع جذر الخمسة وعشرين كام؟ خمسة يبقى خمسة تربيع خمسة تربيع بكام؟ بخمسة وعشرين رجع العدد لأصله يبقى بالتالي التربيع بيلغي الجذر التربيعي وكمان التكعيب يعني مثلا لو أنا قلت جذر تمنتاشر الجذر التكعيبي لتمنتاشر الكل اس 3 هتلاحظ هنا ايه هتلاحظ هنا ان فيه تكعيب والجذر التكعيبي وهنا برضو فيه اس 3 طبعا الاس 3 تلغي الجذر التكعيبي يبقى الاجابة هتكون 18 بشكل مباشر يبقى احنا كده تعرفنا ان الجذر التربيعي بيلغي التربيع والجذر التكعيبي بيلغي التكعيب يلا نشوف مسألة تانية هنا برضو 100 قسمة 4 هنقسم الاول طبعا 100 قسمة 4 ب25 ونجيب الجذر 25 خمسة طيب هنا جذر الواحد بواحد زائد هنا 9 على 16 نجيب جذر التسعة اللي هو 3 وجذر الستاشر اللي هو 4 يبقى 1 زائد 3 تربع نجمعهم ازاي الواحد ده ممكن نخليه 4 على 4 زائد 3 على 4 عشان توحيد المقامات يكون المقام 4 ينزل الاربع اللي هو المقام ونجمع 4 زائد 3 سبعة يبقى الاجابة 7 على 4 هنا الجذر التربيع الستاشر معروف 4 والجذر التكعيبي للسبعة وعشرين اللي هي التلاتة 4 في 3 في 12 طبعاfon يقامها تكون حافظة الجذور التربعية يقامها تجيبها باستخدام الازلة الحزبة هنا الجذر لسالب خمسة تربية طبعاً سالب خمسة تربية اللي هي خمسة وعشرين لان سالب خمسة ضرب سالب خمسة بخمسة بخمسة وعشرين وجذر الخمسة وعشرين كام خمسة طيب ده في الاول والجذر التكائيبي للسالب واحد الجذر التكائيبي للسالب واحد يعطيني سالب واحد لان سالب واحد ضرب سالب واحد ضرب سالب واحد ثلاث مرات يعطيني سالب واحد بعد كده هو عايز اضربهم في بعض يبقى لجابة خمسة ضرب سالب واحد تعطيني سالب خمسة تعالوا نشوف الجذر التربية للرب الجذر التربية للواحد واحد زي ما هو وجذر التربية للاربعة اتنين زائد هنا ده جذر تربيعي لتلت تربية طبعا التلت تربية ليه تسعة يعني ممكن اقول هنا جذر واحد على تسعة طيب جذر الواحد طبعا واحد وجذر التسعة التلاتة نجمع نص زائد تلت ازاي لازم اوحد مقامات التلتة دي اضربة هنا والاتنين دي اضربة هنا يبقى واحد في تلاتة بتلاتة اتنين في تلاتة بستة واحد في اتنين باتنين وتلاتة في اتنين بستة كده المقامات موحدة المقام ينزل كما هو ونجمع الباص تلاتة زائد اتنين يعطيني خمسة تعالوا نشوف اللي بعد كده الجذر التكعيب للواحد طبعا معروف بواحد ناقص الجذر التكعيب السالب مية خمسة وعشرين نحن عرفين ان المية خمسة وعشرين جذرات تكعيب خمسة والسالب تنزل يبقى سالب خمسة وسارب مع سارب تتحول الى موجب خمسة واحد زائد خمسة كام ستة اوجد قيمة كلها مما يلي تلاتاشر قس ثلاثة ناقص تلاتة قس خمسة طبعا في الحاجات اللي زي كده ممكن تستخدم الآلة عشان تصرع الحل شوية يلا بينا نجيب الآلة ونحل بيها عشان تعرفوا طريقة استخدمها اول حاجة نكتب تلاتاشر قس دي علامة القس في الآلة ونكتب قس ثلاثة يساوي طلعت الفين مية سبعة وتسعين طيب وثلاثة قس خمسة ثلاثة قس خمسة بتساوي متين تلاتة واربعين يلا نكتبهم دلوقتي نطرحهم الفين مية سبعة وتسعين ناقص متين تلاتة واربعين ساوي الف تسعمية اربعة وخمسين يبقى الإجابة الف تسعمية اربعة وخمسين بنفس الطريقة نقدر نحل كل المسائل مثلا تلاتة قس تلاتة طبعا بسبعة وعشرين زائد اتنين قس سبعة يعني نضرب الاتنين في نفسها سبعة مرات او ممكن نعملها بالآلة اتنين قس سبعة بتساوي مية تمانية وعشرين يبقى نكتب هنا زائد مية تمانية وعشرين بقى ننجمعهم مع بعض سبعة وثمانية خمسة خمسة معانا الواحد اتنين واثنين اربعة وواحد خمسة والواحد ينزل يعني مية خمسة وخمسين وهكذا بقية المسائل تقدروا تعملوها بنفس الاسلوب الجذر التكايبي للاربعة وستين هو اربعة واربعة قس خمسة هننضرب الاربعة في نفسها خمس مرات بتساوي الف اربعة وعشرين نجمعهم يطلع الناتج الف تمانية وعشرين هسيب لكم دال وهاء وواو تعملوها وممكن تستخدموا الالة فيها وطبعا زي منتوا عارفين الالة فيها الجذر التربيعي والجذر التكايبي تعالوا نتعرف عليهم ده زر الجذر التربيعي لما نضغط عليه لما نضغط عليه بيدينا علامة الجذر واقدر اكتب اي رقم مثلا جذر التربية للاربعة وقوله يساوي تطلع لجابة اتنين لو عايز جذر التكايبي بدغط على زر shift اولا وادوس الجذر يطلع عليه جذر التكايبي زي ما انتم شايفين كده ممكن اقول الجزر التكعيبي للسبعة وعشرين بتساوي تلاتة ده الجزر التربيع والجزر التكعيبي باستخدام الالة تعالوا نشوف السؤال اللي جاي ده سؤال جميل جدا مكعب حجمه اتناشر الف مية سبعة وستين سنتيمتر مكعب احسب ارتفاعه انتم عارفين ان المكعب هو عبارة عن ضرب الطول في العرض في الارتفاع وكلهم متساويين لان الطول بيساوي العرض بيساوي الارتفاع لان ده مكعب كل ده المفروض لما اضربهم في بعضهم يطلع الاجابة اتناشر الف مية سبعة وستين يعني سين ضرب سين ضرب سين بتساوي اتناشر الف مية سبعة وستين طبعا سين هنا اتكررت كم مرة سين اتكررت تلاتة اتكررت تلات مرات اتناشر الف مية سبعة وستين عشان اجيب قيمة السين الواحدة يبقى لازم اجيب الجزر التكعيبي يعني السين لازم اجيب الجزر التكعيبي من اللي اعرفني لان هنا قص تلاتة والعملية العكسية هي الجذر التكعيبي ل 12167 تعالوا نجيبها بالآلة الجذر التكعيبي هنضغط وعلامة الجذر بعدين نكتب 12167 ونقول يساوي طلعت الإجابة 23 يعني هنا في الحالة دية السين تساوي 23 سنتيمتر يعني ارتفاعه 23 سنتيمتر وطوله 23 سنتيمتر وكمان عرضه 23 سنتيمتر لانه طوله بيساوي عرضه بيساوي ارتفاعه بيقول لي وجد مساحت الوجه مساحت الوجه اصلا المكعب واجهه على شكل مربع تعارفين ان المكعب واجهه على شكل مربع فمساحت الوجه هي طول الضلع في نفسه يعني السين ضرب السين طبعا السين بيكان ب23 يبقى 23 ضرب 23 وانطلع الناتج طلع الاجابة 529 سنتيمتر مربع عشان دي بساحة يبقى انا كده حلات المسألة بكل بساطة باستخدام الجذر التكعيبي تعالوا نشوف كمان التمرين ده اوجد الجذر التربيعي لكل ممالي مستخدما التحليل للعوامل الاولية وضح خطوات الحل طبعا هو اعطيني هنا الثلتمية اربعة وعشرين بحللها الى اتنين في اتنين في تلاتة في تلاتة في تلاتة في تلاتة طب هو حللها ازاي زي ما درسنا في الدرس الماضي ان الثلتمية اربعة وعشرين بنكتبها هنا كده ونبدأ نحلل نقس مع الاثنين تطلع الاجابة 162 بعد نقس مع الاثنين تطلع الاجابة 81 وتمانين. قدن نسي مع التلاتة فالسبعة وعشرين. نسي مع التلاتة فالتسعة ع التلاتة PKBiin على التلاتة في الواحة. الى احنا حللناها. الاية اتنين ضرب اتنين ضرب اتنين ضرب تنية ضرب تلاتة ضرب تلاتة ضرب تلاتة ضرب تلاتة. بس هو غايب لي التحليل جاهز. تمام? لو هو جاب للعدد وقال لي حلل يبقى لازم حلل بالشكل ده. زي ما دلستنا في الحصة اللي قبل كده. الى خاصة بتحليل العدد الى عوامله الاولية طيب دلوقتي انا عايز اجيب الجذر التربيعي الجذر التربيعي بكل بساطة ان كل عددين متشابهين ناخد منهم عدد يعني مثلا هنا اتنين ضرب اتنين ناخد بس منهم اتنين هنا عندي تلاتة ضرب تلاتة نازم ناخد منهم هنا تلاتة تلاتة ضرب تلاتة برضو ناخد منهم ايه تلاتة يعني كل عددين متشابهين ناخد منهم عدد يبقى اذا الجذر التربيعي 124 هناخد ال2 ضرب 3 ضرب 3 من كل عددين متشابهين ناخد عدد 1 2x3x6 6x3x18 يبقى الجذل التربيعي للعدد 324 هو 18 بنفس الاسلوب هنا 225 يعleaseي ناجيب لها الجذل التربيعي ازاي كل عددين متشابهين اخد رقب يعني مثلا 3x3 هاخد منهم 3 و5x5 هاخد منهم 5 3x5x15 ودي طريقة سريعة جدا ان انا ممكن اجيب الجذر التربيعي بعقلي للارقام الكبيرة عن طريق التحليل وكل عددين متشابهين اخد منهم عدد واحد طب لو طلب مني جذر التكعيبي تعالوا نشوف المثال ده برضو في الجذر التكعيبي هنحلل برضو طبعا هو انا جايب للتحليل جاهز عايز مثلا الجذر التكعيبي لل 27 لاحظ بقى المراضي الجذر التكعيبي مش هاخد عددين متشابهين لا هاخد ثلاث اعداد متشابهة يعني كل تلاث اعداد متشابهة اخد منهم عدد واحد بس يعني التلاثة والتلاثة والتلاثة هاخد منهم تلاثة واحدة بس طب اللي بعدها الجذر التكعيبي ل729 هنا كل تلاثة متشابهين يعني مثلا دولة كده هاخد منهم تلاثة واحدة بس والتلاثة ودولة برضو هاخد منهم تلاثة واحدة بس يبقى الاجابة 3 في 3 تطلع الاجابة 9 وهكذا لو انا عايز اجيب الجذر التكايبي لالفين مية سبعة وتسعين هاخد هنا دلها طبعا تلتاشر في تلتاشر في تلتاشر دلو تلاتة مع بعض هاخد منهم واحدة بس يعني الاجابة تكون تلتاشر هسيب لكم الالف دي تعملوها واجب وتكتبوا الاجابة في التعليقه تعالوا تشوف التمرين الاخير معنا النهاردة ده تمرين جميل جدا بيجيب لي حاجة مجهولة ويطلب مني كيمتها يعني مثلا سين ضرب سين بخمسة وعشرين بيقول لي ضع قيمة للسين عشان تكون العبارة صحيحة طبعا سين ضرب سين بتساوي خمسة وعشرين يعني عايزين عدد يضرب في نفسه يديني خمسة وعشرين يا ترى مين طبعا الخمسة خمسة بخمسة وعشرين او السالب خمسة سالب خمسة في سالب خمسة موجب خمسة وعشرين يبقى ازا السين بتساوي اما خمسة او سالب خمسة يبقى انا كده حلينا الف طبع سين ضرب سين ضرب سين بتمانية يعني تلات مرات مين العدد اللي لو ضربته في نفسه تلات مرات يديني تمانية ممتازين اللي اتنين اتنين في اتنين في اتنين بتساوي تمانية وده معناه ان السين قمتها اتنين السين قمتها اتنين طب اللي بعدها سين في سين في سين بتساوي سبعمائة تسا وعشرين مين العدد اللي ضربته في نفسه تلات مرات يديني سبعمائة تسا وعشرين لو انت مش عارفه هات الجذر التكعيبي للسبعمائة تسا وعشرين بالآلة او امسك السبعمية تسعة وعشرين وحللها وانت تعرف مين الجذر التكايبي لها يبقى في الحالة دي الجذر التكايبي للسبعمية تسعة وعشرين طبعا احنا كلنا عارفين اللي هو التسعة يبقى السين هنا بتسعة تسعة ضرب تسعة ضرب تسعة بسبعمية تسعة وعشرين هنا تلتمية اربعة وعشرين عدد نضربه في نفسه يديني تلتمية اربعة وعشرين يبقى ده معناه الجذر التربيعي يبقى الجذر التربيعي للتلتمية اربعة وعشرين نجيبه بالآلة هنكتب كده جزر تربيعي للتلتمية اربعة وعشرين ونقول يس thousand يعني السين بطمانتاشر تمام وهكذا نفس المسائل نفس البقية مثلا هنا سين ضرب سين ضرب سين هنجيب الجزر التكعيبي للتمن تلاف هيطلع عشرين يبقى اذا السين قانية عشرين هنا الجزر التربيعي لل польз 215 هيطلع خمستاشر يبقى السين بخمستاشر او سالب خمستاشر لما يكون تربيعي بيكون العدد إما بالموجب أو بالسالب يعني مثلا دي 18 أو سالب 18 طيب جزر السين بيساوي 9 يبقى السين بكام هتضرب التسعة دي في نفسها مرتين 9 في 9 بكام ب81 يبقى إذن جزر ال81 بيساوي 9 يعني السين هتكون ب81 هنا جزر الواحد بيساوي سين طبعا جزر الواحد بواحد يبقى السين بواحد هنا جزر التكعيب للسين بيساوي 2 ده جزر التكعيبي يبقى نضرب الاتنين دي في نفسها 3 مرات 2 في 2 في 2 بتمانية يبقى ده معناه أن السين بتمانية عشان نقول الجزر التكعيبي للتمانية بيساوي 2 هنا طبعا ده واحد يبقى لازم السين تكون بواحد لأن الجزر التكعيبي للواحد بواحد كده احنا حلينا معظم التمارين ومعظم الأفكار اللي موجودة في كتاب الطالب وكتاب النشاط عن الجذور والقوة يارب يكون الفيديو نالي عجبكم اعمل اشتراك في القناة لو أنت لسه ما عملتش اشتراك في القناة واعمل لايك للفيديو واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته